هنعمل عربيات؟ آه هنعمل عربيات مصري؟ آه مصري دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترقص النهاردة الاجتماع الأول لللجنة العليا لصناعة السيارات الله ينور عليك يا دكتور الله العظيم ناقش الاجتماع إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات طيب يعني إيه علشان ما عقد لكش الدنيا؟ بس سيدي الدليل ده جواه مجموعة من النقاط الهمة واحد هي الحوافز اللي هتقدم للصانع طيب حفزتك بقى بقولك بص انت لو اشتغلت وهتعمل كده ليك عندي واحد واثنين وتلاتة واربعة كدولة ليك عندي مش لأي عندك حفزتك رغبتك مرهبتكش اتنين بس عشان تاخد الحوافز دي وتشتغل في إطار تنظيمي طيب كده القوانين واللوايح وفي عندي معايير وعندي مستوى الانبعاثات ما أنا راجل النهاردة كدولة بقى أحضر وأنسق لأكبر مؤتمر للتغيرات المناخية في العالم ولما أجي صنع أروح بصنع بطرق ملوسة للبيئة وتزود أحمال بيئية لأ لازم يكون في عندي معايير وحجم الانبعاثات ويا طرق أنا بستخدم قد إيه ممكن يبقى فيه كربون حدوتة يعني طيب بس كده لأ العربية العربية لازم يكون متوفر فيها اشتراطات السلامة والمصنع لازم يكون متوفر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي لازم يبقى فيه توافر للبنية التحتية الصناعي حلو؟ طيب الشركات بقى هنرجع على الحوافز الشركات اللي هتبقى بإذن الله سبحانه وتعالى مؤهلة للمشاركة في هذا البرنامج أنا أظنه الأضخم في تاريخنا الصناعي وتحديدا في صناعة سيارات هتمنح حافز انتاج طيب حافز الانتاج ده همنحه ازاي؟ همنحه بناء على معايير أنا بحط معايير وسبتها اللي هيبقى في هذه الإطار أو في هذا الإطار المعياري ياخد حوافز الانتاج بتاعته طيب نتا مثل فيه قيمة مضافة محليا هتعمل لي قيمة مضافة ايه؟ طيب حجم انتاجك السنوي ايه؟ انت ما تجيش تقول لي الله أنا بنتج خمسمائة عربية والنبي لا تعالي بقى فرقني على حجم انتاجك وقيمتك المضافة وقيمة الاستثمارات الجديدة مش ندور استثمار يعني مش أنا مثلا عندي هنا مصنع كنت باعمل فيه مثلا مثلا استوانات دبرياج مثلا فاروح اقفله واخد الفلوس وهعمل مصنع تاني استوانات فرامل احنا كده جاينا هارج لا الاستثمار الجديد طيب التوافق البيئي لمحرك السيارة وهنا ما بين قصين انا اتمنى 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 دكتور مصطفى ما نعملش محركات احتراق داخلي تاني يعني انا اتمنى انه العربيات بتاعتنا تبقى عربيات كهرباء الجديد بقى مش احنا هنبني من اول وجديد يا سلام انا اشتغل على محركات الكهرباء وسهلة ما هياش صعبة خلي بالك في صناعة السيارات الكهربائية الحدوتة كلها بطارية هتيجي تقول لي يوسف خواتتنا بقصة الحدوتة كلها بطارية اقول لك البطاريات في العربيات تلات انواع واحدة اللي هي البطارية الحمضية اللي هي رصاص واسد او رصاص وحمض وواحدة اللي هي الليثيوم ايون دي كانت مرحلة اكثر تقدما اخف في الوزن قدرة تخزينية للطاقة اكبر سنبقاتش هيدي اللي من الاخر اللي من الاخر دلوقتي هي البطارية رقم ثلاثة حاجة اسمها ليثيوم فوسفيت اخف اكتر في الوزن وقدرة اوسع على تخزين الطاقة انا بقى عايز نعمل مصنع بطاريات عربيات ليثيوم فوسفيت امل حياتي نعمل المصنع ده قبل ما يظهر تكنولوجيا جديدة لبطاريات اجدد عشان انا عايزة بقى ماشي جنبا الى جنب مع متطلبات صناعة السيارات في العالم اوروبا يا سادة يا كرام عشرين كام؟ عشرين خمسة وثلاثين عشرين خمسة وثلاثين مش مسموح يمشي فيها عربيات غير الكهرباء عشرين خمسة وثلاثين يعني بعد تلاتاشر سنة تقريبا بعد اتنشر سنة وكسور ما فيش عربيات احتراق خلاص كله كهرباء تماتيكي تماتيكي طيب افترضنا ان احنا اشتغلنا كمصنعين سيارات او مصنعين عوامل انتاج للسيارات ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وده بيعمل محرك وده بيعمل ضفاير كهرباء وده بيعمل مش طيب وان احنا جوه الاطار المعياري بتاعنا هيتم منح الحامز الحافز الحامز دي الحافز في صورة قاسيمة او كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية يبقى انت بتاخد الحافز بتاعك فلوس بس هي فلوس في ايدي يعني انا هاخد شيك هاخد شنطة وروح لا وبرده انا في موخ دي دولة مش هزار ادي فلوسك عمليا انت ما بتصرفهاش غير في الجمرك ليه اقولك حضرتك عايز تاخد الحافز ما في بعضو من لك انا عاوز الشيك بتاعي او عاوز شنطة الفلوس عاوز شوال الفلوس ده الزكيبة لا يا حبيبي هو انت هتاخد الفلوس عشان نلاقيك رايح تستوردلي بيها فوانيس رمضان وتقول لي اصلا انا اخدت الفلوس عمليا لا حضرتك هتاخد الفلوس دي مش هتستخدمها غير في سادات قيم جمركية اتمنى 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 وانا اظنه ده ممكن يبقى معمول حسابه برضو انه هي مش اي قيم جمركية هي قيم الجمركية بتاعت مستلزمات الانتاج يعني انها مش الرهوان ده الرهوان التاني عشان ما يبقاش انا رايح اسدد قيم جمركية بتاعت برضو بضائع رفاهية بضائع استهلاكية بضائع ملهاش لازمة مستلزمات انتاج وبشرط ما يبقاش لها بديل محلي اظن كده عدانا لعيب وازح ونط من الشباك عاوز تشتغل اهلا وسهلا بالقطاع الخاص عايز حوافز اهلا وسهلا بالقطاع الخاص بس انا يعني عشان انا معرفش بالزبط الكوبون ده او هذه القاسيمة هتبقى محددة ازاي اللي انا عارفه انها لسادات قيم جمركية يا سلام سلم لو تبقى قيم جمركية متعلقة بمواد او بمستلزمات انتاج يا سلام ابقى قفل في الدنيا ارجع هنا على ايه بقى ارجع على انه الدولة بمنتهى البساطة كانت تقدر تقول الله بينا جماعة احنا هنعمل مصنع لصناعة السيارات ينتج لنا مثلا خمس ست سبع تمن تسع عشر طرازات مختلفة تلبي احتياجات السوق المحلي وهنعمل مصنع تاني ده ضفاير كهرباء ده كذا ده كذا ده كذا الدولة هتعمل ده سهلة صح طيب ويا مع عملت ده زمان لكن الدولة عايز ايه دلوقتي الدولة بتقول يا جماعة انتو في القطاع الخاص متحمسين للعمل ايو احنا متحمسين واحنا منتظرين واعنينا مفتاحة قد كده وجهزين ومنفنجلين وعندنا الدراس جاميل ميت فل تعالي اشتغل معي بتشتغل عايز تشاركني اهلا وسهلا عايز تفتح لوحدك اهلانين وسهلانين بشرط تبقى جوه النطاق المعياري بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مش عايز منك اكتر من كده انا عايز اشجعك النوع ده من السسمار يعني صناعة كده انا بعمل رجال اعمال بجد قبل كده كانوا رجال اموال فقط وحسب اغلبهم مش كلهم اغلبهم سماصرة وتجار اه فيش اي قيمة مضافة طيب ترجمة نانسي قنقر